لزميل سالم بن علي الحبس بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدين العزاء متابعين الكرام اسعد الله صباحكم بكل خير شكرا لزملاء الذين سبقوني في التعليق في الاشواط الماضية كما وهني هيقن العاصف التابعة لسمو الشيخ عمدان بن محمد بن راشد المكتوم على الفوز في هذه الفترة الصباحية باربعة الاشواط مباشرة مع انطلاقة شديدة شديدة لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني سالم بفاران المري في عملية التضمير النقلة مع خامس المراكز خامس المراكز تاتين هناك خير خير على خامس المراكز لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم سعيد بن عبيد الحميري السلام بدأت ايضا وضع الخطة من المنضمرين في ثلاثة كيلو مترات النهائية مشاهدين العزاء متابعين الكرام وضوح من بدأت بالوضوح وضوح على صدارة على المركز الاول لسمو الشيخ عمدان بن محمد بن راشد المكتوم سالم بن حمد بن هيان العامري سفير المضمرين يتواجد مع هذا الاسم مع هذا الشعار في هذا الشوط بينما ثاني المراكز هناك شديدة بدأت بالشدة شديدة على ثاني المراكز لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة اهل ثاني بتواجد الذهبي سالم بفاران المري انتقلت الى اول المراكز ذهبت الى اول المراكز ما شاء الله تبارك الله انتقل من الجانب الاخر ووصلت فزعة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راهي بسعيد المكتوم علي بن راشد بن غدير الاكتب في عملية التضمير هنا روايح تصل في هذه اللحظات على رابع المراكز لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بسعيد المكتوم يتواجد متر بن محمد بالضبيعة في عملية التضمير من تختار المركز الخامس هناك لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم سعيد بن عبيد الحمير يتواجد مع خيره ولكن بدأت الاسماء بدأت النجوم تختار من المناطق الخلفية وعود معه شديدة شديدة على الصدارة على المركز الاول هنا شديدة شديدة لسعادة شيخ القعقاع من حمد بن خليفة الهاني الذهبي سالم بفران المرية تواجد مع هذا الاسم وبدأنا من الاقتراب من الالف والخمسمائة متر النهاية كيلو ونص اعلان هام لكل المضمرين التذكير للمضمرين باننا بدأنا نقترب من لايحة الالف والخمسمائة متر النهاية وضوح على ثاني المراكز ليسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راهيب السعيد المكتوم سالم بن حمد بن هيان العامري فزع من تاتين على ثالث المراكز ليسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راهيب السعيد المكتوم هنا علي بن راهيب بن غدير يتواقد في عملية التضمير بينما هنا رابع المراكز الروايح لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راهيب المكتوم يتواقد مصر بن محمد بن ضبيعة ارى في خامس المراكز واول لدالي وضحه على خامس المراكز بشعاري هجن العاصف التابع لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راهيب المكتوم حمد بن راشد بن غدير يتواجد الوافق مع هذا الشعار من سجل الهاترك في هذا الصباح ولكن من سجل السوبر هاترك في هذا الصباح اربعة اشوات ولكن بعود مع شديد على الصدارة على المركز الاول شديد في الصدارة لسعادة الشيخ القعقاء بن حمد بن خليفة الهاني بقيادة الذهبي الذهبي سالم بفاران المري يتواجد بينما روايح على ثاني المركز لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راهي بسعيد المكتوم يتواجد ايضا المطر بن محمد بن ضبيعة وصلت وضحة وضحة لهجن العاصفة التابعة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راهي بسعيد المكتوم الاسم الجديد وصلت الديبة الديبة لسعادة الشيخ القعقاء بن حمد بن خليفة الهاني الذهبي سالم بفاران المري ولكن هناك الضبي 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 لسمو الشيخ حمدان بالراجب سعيد المكتوم يتواقد الخطير أحمد بسلطان بن رشيد الله 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 الخمسمائة متر أو الأربعمائة متر جولة الأوامر النهاية روح يا ذهبي روح روح يا ذهبي مع شديدة شديدة على الصدارة على المركز الأول لسعادة الشيخ القعقاء بن حمد بن خليفة الثاني بتواقد سالم بالفيران المري بينما الثاني المراكز هناك وضحة لهجن العاصفة التابعة لسبو شيخ عمدان بن محمد وراهد المكتوم الثالث المراكز هناك الضبي على الثالث المراكز لسم الشيخ حمدان بن راشد سعيد المكتوم يسلام إذن شديدة على الصدارة شديدة على المركز الأول التهاني والناموس يوه موشو الله تبارك الله تهانينا والناموس والسلام شحاني تهانينا على فوز شديدة لسعاد الشيخ القعقاء بن حمد بن خليفة الثاني بينما الثاني المراكز وضحة لهجن العاصف على المركز الضبي لسم الشيخ عمدان براهد بسعيدة المكتومة رابع المركز للسعادة الشيخ القعقاء بن حمد وخليفة الثاني بينما هنا خامس المركز وضوح لسمو الشيخ حمدان بن محمد ورايدة المكتوم هكذا هي النتيجة ولكن شديدة أثبتت بأنها شديدة في هذا الشوت التهانينة والنموس لسعادة الشيخ القعقاء بن حمد وخليفة الثاني والتهنية لسيد سالم بفران المري على هذا الفوز هنا لحظات الوصول بالتوقيت الزمني لشديد قاطع المسافة في تسع دقائق خمستعشر ثانية ست وخمسين جزو ومينة ثانية تهانينة والنموس ويضو التهنية لسالب بفران المري بينما ثاني المراكز مشاهدين الأعزاء تصل هناك وضحة لهجن العاصفة التابعة لسمو الشيخ حمدان بن محمد ورايدة المكتوم قاطع المسافة في تسع دقائق خمستعشر ثانية سبعين جزو ومينة ثانية تهانينة والنموس أيضا للواثق حمد بن راهد بن غدير الاكتبية الثالث المراكز تأتينا هناك الضبي لسمو الشيخ حمدان بن محمد حمد بن راهد سعيدة المكتوم قاطع المسافة في تسع دقائق ستعير ثانية أربع اجزاء من الثانية تهاني والنموس